على بركة الله ساعات قليلة جدا وموعد بقى مع واحد من أهم الأحداث الكروية في 20-22 حقيقي لجماهير النادي الأهلي تبكلم هنا على واجه الخصوص وجماهير الكرة النصرية أكيد يعني بشكل عام كتيبة النادي الأهلي لو هنتكلم عنها هي أكيد في مواجهة تاريخية مع بطل يعني بالميراس البرازيلي هو فريق تقيل جدا طبعا في نصف نائي كأس العالم للأندية من سنة حضرتكو فاكرين كنا برضه في مواجهة مع نفس الفريق العملاق ده ومونديال الأندية على المركز كان الثالث وكسبنا والحمد لله يعني خدنا المركز الثالث والميدالية البرونزية مع الجهاز الفني الحالي طبعا بقيادة ماستر بيتسو موسيماني وكان إنجاز جميل جدا لأنه كان لسه برضه جايلنا وقدرنا أن احنا ناخد الثقة وهو يكتسب الثقة مننا فعلا أحلمنا بقى بعد كده يعني كانت صعبة يمكن لكن برضه في حاجة اسمها وقعية في حاجة اسمها إسرار وفي حاجة اسمها أهداف فإن شاء الله الفتر اللي جاي نقدر أن نحقق ده جدا لأن نحنا نقدر على كل حال يا كريم برضه فيه كواليس كتير هنتكلم فيها لأن موسيمان يتكلم وكان ليه من المؤتمر الصحفي مبارح بعد التصريحات لأن الناس ابتدت تقرنوا بمانوال خسين فالراجل قال أنا سعيد بالمقارنة لكن فيه فرق كبير قوي تتكلم مع المدير فني قعد سبع سنين وحقق كذا بطولة وأنا لسه أنا لسه يمكن لما أحقق كذا بطولة فضلالي ممكن أن أنا أوصل للأرقام بس تشوف ده بقيله قد إيه معانا موسيماني ومانوال بس هو ماشي في السكة دي بس هو ماشي فعلا في السكة دي وبمنتهى قوة وبمنتهى السرعة كمان هو فعلا زي ما ناواندو بتقول يعني هو عايز برضه يكون أسطورة للنادي الأهلي وفي تاريخ النادي الأهلي كما كان الحال مع مانوال جزيه وزي ما كنتم بقول لكم أنه فعلا هو ماشي وبقوة في هذا الاتجاه على كل الأحوال يا رب إن شاء الله النهاردة تكون الفرحة أهلوية وطبعا نفرح كلنا وسط كل الظروف الصعبة بقى اللي مر بيها الفريق خلال الفترة اللي فاتت غيابات وإصابات وطبعا حضراتكم عارفين ومتابعين لكن دايما إحنا وفقين في أن الأهلي بمن حضر دي حقيقة مش خيال وحقيقة وأمر واقع ملموس وعاشته أجيال متعقبة للنادي الأهلي عبر التاريخ يمكن من أول 2006 أول ميداليا برونزية وبعدها الوصول للدول النصفة النهائي في 2012 وزي ما قالت نهواند كمان الميداليا البرونزية في النسخة الأخيرة يعني العالمية ما هيش حاجة جديدة علينا يا حضرات وكمان يعني جمهور النادي الأهلي دايما عنده ثقة كبيرة جدا في فريقيته اللي تقدر تأدي معا عليها وتتحمل معا عليها من المسئوليات تحت أي ظرف الناس دي مفروض اللي هم عودونا اللي هم ما يعرفوش حاجة اسمها مستحيل كل شاهد على عدد البطولات القرية يعني في آخر سنتين دوري أبطال إفريقيا مرتين السوبر الإفريقي مرتين وطبعا غيرهم وغيرهم مبارح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قال في المؤتمر الصحفي أن مباراة في المراسل البرازيلي ستكون مباراة صعبة على الطرفين على الفريقين وقال أن النادي الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بدربات الترجيح في نسخة البطولة العام الماضي وهو ما يشير إلى قوة الفريقين سواء في السنة اللي فاتت أو حتى في العام الحالي وأكد أن النادي الأهلي وبالمراس كل واحد فيهم على حدة هو بطل لقررته وللمرة التانية على التوالي ده طبعا بيدل على قوة وصعوبة المواجهة اللي هتجمعهم هما الاثنين النهار إن شاء الله وربنا يكرمنا يا رب بس برضو من التصريحات اللي عجلتني بس الناس قالت لك هو في حاجة رسالة ضمنية وراء التصريحات دي عليخاندرو المدير الفاني لبالمراس البرازيلي كان بتكلم لما سألوه عن الأهلي يقول لهم الأهلي ده نادي كبير جدا وهتبقى مواجهة صعبة جدا وسبق أن احنا تواجهنا معهم قبل كده وإحنا بنذاكر طريقة لعبهم وهو النادي الأهلي كمان بيلعبنا بكاتيجري بي يعني هو تكلم أن احنا شايفين قد إيه في غيابات يعني كمان من العيبة الأساسية فالموضوع يمكن كمان ممكن يكون لمصلحتهم شوية بس هو بيكلم تخيلوا بقى لو بيلعبونا كمان يعني بالفول تيم حيبقى عامل ازاي البعض بقى أخذ التصريحات دي كريم وتقل أو فسروها أنه هو بيحاول إيه يلعب على حتة معنوية بيحاول أنه هو يعمل رسائل تمأنينة علشان احنا نتطمن شوية لا مفيش حاجة سمع كده بس هو كل الوقات مهما حصل حتى بس ده مش معناه أن احنا يعني هناخد في الحزبان أن احنا الفريق المضاد لنا يعني هيلعبنا بشكل أخف لا نعرفين أن هي هتبقى مباراة تقطيع لأن المراس برضو راجع بثقر يعني خلينا نتكلم بلغة كرة القدم أكيد هو عايز أنه هو يفوز عايز أنه هو يعود اللي حصل قبل كده فأكيد احنا متفاهمين ده جدا بس كمان ضمن الكلام والتصريحات المسلماني كان أكد عليها هو أكمل كلامه في المؤتمر الصحفي وقال احنا استعدينا جيدا جدا وجئنا لهنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات وما مننتظرش أي شيء سوى أننا الأهلي وأوضح